اشتركوا في القناة تكبس على برامج تحرير الفيديو ثم تقوم بتحميل لا تحتاج إلى تثبيت البرنامج فقط قم بفك ضغط البرنامج والكبس عليه مرتين لتشغيله بعد أن تفتح البرنامج يمكنك أن تأخذ ملف الفيديو وتقوم بسحبه إلى البرنامج يمكنك تصغير الشاشة لكي تعرض الشاشة تام بنفس الوقت هذا الشريط تنتقل من أجزاء الفيلم وتقوم بتحديد المقطع الذي تريد أن تقوم بمسحه على سبيل المثال أريد أن أقوم بمسح هذا المقطع فأذهب إلى البداية أكبس على التحديد تحديد البداية ثم إلى الجزء الثاني وأكبس على الجزء الذي حددته الآن ثم بالكبس على زر الديليت أو إلغاء على لوحة المفاتيح سيقوم البرنامج بإلغاء الجزء الذي حددته ولتحفظ الفيلم نذهب إلى فيديو Direct Stream Copy ثم نذهب إلى File Save As AVI نقوم على سبيل المثال بتغير الاسم إلى Sali2 ونكبس على سبيل Save العملية ستكون سريعة جدا لأنك في هذه الحالة لن تقوم بعمل تشفير الفيلم ستستخدم التشفير الحالي الذي موجود عند الفيلم والنتيجة ستكون والنتيجة ستكون أنه لدينا فيلم آخر هذا هو الجزء الأول يحتوي على هذا المقطع أما الفيلم الثاني الذي قمنا بتعديله فلا يحتوي على المقطع التالي وهذه ببساطة طريقة تقطيع ملفات الفيديو في الVisualDeep التشفير كان سريعا لأننا اخترنا Direct Stream Copy والسبب أننا لم نقوم بإضافة أي فلاتر على الفيديو فقط قمنا بالتقطيع وعملية التقطيع لا تحتاج إلى عدد تشفير الفيلم أرجو أن يكون هذا الدرس مفيدا وإلى اللقاء في الدرس الآخر السلام عليكم